اهلا بكم في الدرس اللي فات عرفنا ازاي ابدأ ارتب بدايات الحركة لعناصر المشهد الواحد عملنا ده في المشهد الاول لو فتحته هتلاقي هنا كل لير بادئ من موقع معين انا حددته بناء على التعليق الصوتي تعالى بقى نضيف دلوقتي حركة معينة تحصل مع بداية ظهور كل عنصر يعني ايه مثلا تعالى كده نشوف اول عنصر عندي اللي هو الشخص نفسه ده انا عايزه ما يظهرش فجأة كده لا انا عايزه مثلا يظهر صغير وبعدين يبدأ يكبر يعني عايز اغير في الاسكيل بتاعه فطبعا علشان اعمل ده اقف هنا في البداية وافتح اللير او الكمبوزيشن هنا طبعا ده الكمبوزيشن لانه ده مكت الرأس مع الايد مع الجسم نفسه المهم ان الكمبوزيشن هتعامل معاه كأنه لير في حد ذاته يعني هفتح هنا كده وافتح الترانسفورم وبعدين اجي عند الاسكيل هو ده اللي انا عايز اغير فيه ابدأ اسجل الاسكيل في موقع معين وبعد كام فريم ابدأ اغير الاسكيل ويتسجل علشان تبان الحركة بتاعت الاسكيل يعني هعمل ايه هاضغط هنا كده على الستو بوتش بتاعت الاسكيل وانا دلوقتي واقف في البداية بالزبط بتاعت الزهور طيب في البداية انت عايز ايه عايز اللي سكيلي بقى زيرو طبعا اللي اتنين دلوقتي مرتبطين ببعض فلو غيرت في اي سكيل منهم سواء افقي او رأسي اللي اتنين هيتغيروا مع بعض انا عايز ده يبقى زيرو فهاضغط هنا واكتب زيرو طبعا كده لو اتنقلت في اي مكان هتلاقي فعلا اختفى الراجل هنا ليه لان اللي سكيل بتاعه زيرو يعني مش موجود اصلا طيب بعد كام فريم بقى ولياكم مثلا اربع فريم يعني عند الفريم رقم ستة خلي بالك انا واقف دلوقتي في الفريم رقم اتنين اهو ممكن اضغط هنا واكتب ستة علشان اتنقله مباشرة يبقى انا اتنقل تأهول الفريم رقم ستة عايز ايه بقى انت عنده عايز اللي سكيل يرجع تاني مية فهاضغط هنا واكتب مية وطبعا لان الاتنين برضو مرتبطين فالمية هنا هتبقى برضو مية هنا يبقى ايه اللي حصل دلوقتي هتلاقي اللي سكيل اهو زي ما انت شايف هنا صفر يبدأ مع كل فريم يكبر 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 لغاية عند الفريم رقم ستة يبقى مية في المية طيب جميل الكلام ده يعني لو رجعت وعملت بلاي ساهر هتلاقي ساهر كده بيظهر بشكل فيه افاكت عشان اللي سكيل بيتغير طيب تعال بقى نحسن الحركة دي بمعنى ايه هرجع تاني البداية خالص طبعا زي ما انت شايف مع كل فريم بيبدأ يكبر بس هنا بيكبر منين بيكبر من المنتصف زي ما انت شايف كده بيكبر يكبر يكبر لغاية ما يبقى في مكانه طب انا مش عايز كده بقى انا عايزه يكبر من تحت هنا يعني يكبر في الاتجاه ده ما يكبرش من النص اعمل ايه علشان اخلي اتجاه اللي سكيل يبقى زي ما انا عايز ارجع هنا عند الكيفريم ده طبعا ممكن حتى ترجع كده اهو كليك هترجع بالزبط على الكيفريم وعند الكيفريم ده انا هغير دلوقتي الانكر بوينت دي اخليها تحت عند رجليه لان خلي بالك الانكر بوينت هي اللي بيتم حواليها كل الترانسفورم يعني الروتيشن بيتم حواليها اللي سكيل بيتم من عندها لانها في النص دلوقتي فاللي سكيل بيبقى من النص بيكبر في كل اتجاه لان الانكر بوينت في النص لو أنا بقى خليت الأنكر بوينت تحت يبقى هيكبر في الاتجاه ده إزاي طيب أغير موقع الأنكر بوينت هضغط على الأداة دي أهي وبعدين أسحب الأنكر بوينت أخليها تحت بالشكل ده كده تعال بقى نجرب لو رجعت دلوقتي هتلاقي فعلا أهو هنا زيرو بس الأنكر بوينت تحت وبالتالي الفريم اللي بعده هيكبر من تحت اللي بعده هيكبر من تحت وهكذا لغاية ما يستقر في مكانه يبقى أنا كده غيرت موقع اللي سكيل هيتم في أنهي اتجاه طيب جميل ايه تاني أنا ممكن أعمله طبعا قلنا قبل كده أنا ممكن أعمل سليكت للاتنين دول وعمل حاجة اسمها إيزي إيز ودي بعملها في كل الحركات يعني ايه بقى إيزي إيز يعني الحركة ما تتمش بتصارع واحد بحيث انها تبدأ بطيقة وتنتهي بطيقة وفي النص تبقى سريعة ده ما فهوم الإيزي إيز وطبعا ده إحنا شرحناه في كورس الأفتر إفكت الأساسي أعمل إيه بقى عشان أخلي ده إيزي إيز بعمل سليكت للكي فريمز وممكن أضغط عليهم كليك يمين على أي كي فريم فيهم واروح جاي هنا كي فريم أساستنت واختار منها إيزي إيز أو ممكن أضغط F9 بدل مختار ده المهم أنا وصلت لده فهاختاره إيه اللي هيحصل دلوقتي التصارع هيتم بطء في أول فريم وبعدين يبقى سريع جدا وبعدين في الآخر يبقى بطيق طبعا إحنا ممكن نشوف ده عن طريق الجراف إيديتور لو ضغطت هنا هتشوف شكل الإيزي إيز عامل إزاي طبعا لو أنا عملت دلوقتي أندو هتلاقي إن الحركة جاية بشكل خط مستقيم دلوقتي إنما إيزي إيز كان منحنى بيبدأ بالراحة وبعدين يسرع وبعدين ينتهي بالراحة هرجع أخفي بقى الجراف إيديتور واعمل سيليكت اللي اتنين دول ورجعهم تاني أخليهم إيزي إيز دل المفروض بعمله بقى مع كل الحركات اللي أنا هضفها لأي عنصر عندي لازم أعملها إيزي إيز علشان الحركة تبقى أكثر واقعية كمان بعمل حاجة تانية بتخلي الحركة أكثر واقعية إيه يا بقى الحاجة دي إن أنا اللير دا أو الكمبوزيشن دا أضيف إليه الموشن بلور لو ضغطت هنا طبعا الأداة بتاعت الموشن بلور دي لما أضيفها بتخلي الحركة أكثر واقعية بتديني إحساس الحركة فعلا تعال نجرب كده آدي السكيل زيرو عند الفريم اللي بعده المفروض السكيل بيكبر بس لاحظ كده فيه زي ضبابية حوالين الشكل علشان بيتحرك ومدام في حركة المفروض عيني ما بتشوفوش كويس وبيبقى باين بضبابية كده اللي بعده هتلاقي برضو فيه ضبابية واللي بعده واللي بعده لغاية ما يستقر في مكانه طبعا لو أنا رجعت بقى وعملت بلاي سهر شخص هتلاقي إن الحركة فعلا أكثر واقعية وطبعا ده لو تكرر بقى مع كل الحركات اللي أنا بضفها على كل العناصر ده هي ديني إحساس متكامل بالحركة الواقعية ده اللي عملته مع العنصر الأول إن أنا غيرت السكيل بتاعه من صغير لكبير ودفت له كل العناصر اللي بتخلي الحركة حقيقية تعال بقى نكمل نشوف العنصر اللي بعده طبعا بالترتيب كده العنصر اللي بعده هو البوردة دي أنا المفروض برضو عايز أضف لها تأثير معين ما تظهرش فجأة كده ويفضل إن التأثير يبقى نفس التأثير اللي أنا استخدمته قبل كده ليه بقى؟ لأن عقل المتلقي بيتبرمج على الحركة السابقة الحركة السابقة كانت إيه؟ كانت السكيل هو فهم إن فيه سكيل بيكبر كده نفس الكلام هعمله هنا علشان مخ المتلقي ما يتلغبطش هو أخد خلاص لإن فيه عملية تجبير بتحصل فيبقى عملية تجبير دي بتحصل برضو في العنصر اللي بعده واللي بعده واللي بعده علشان المتلقي ما يتشتتش يركز في حاجة تانية بقى خلاص ما عملوش حركة تانية خالص فخليه ركز في الحركة وينسى بقى الكلام اللي بيتقال لا أخلينا نفس الحركات هو تبرمج على الحركة بتاعة السكيل دي وبالتالي أستمر فيها على أقل في نفس المشهد يبقى أنا برضو محتاج أعمل نفس الحركة هنا عايز أعمل برضو سكيل للبوردة دي فهاجي برضو عند البورد هنا أهايه وممكن أضغط S بقى عشان أفتح السكيل مباشرة بدل مفتح الترانسفور مواصل للسكيل طيب أنت عايز إيه بقى؟ أنا عايز أعمل فيه نفس السكيل بنفس كمان مقدار الفريمز الفرق اللي ما بين البداية والنهاية فأنا ممكن أعمل قاتي ممكن أعمل كوبي لدول كده أعملهم select وكوبي واروح جاي هنا كده أقف عند اللي سكيل ده واروح أعمل بيست يبقى أنا أضفتهم هنا نفس الحركة بنفس مقدارها بنفس الإيز إيز اللي أنا عملته وكل حاجة طبعا نقيس لي بس أن أنا أضيف الموشن بلور هنا أهو علشان الحركة تتم بالشكل اللي أنت شايفو ده تعال نجرب كيان أعمل بلاي؟ ساهر شخص موهوب أهو لغاية البوردة أنا مظبوط كده نفس الكلام برضو هعمله هنا أنا ممكن أعمل بقى select لكل دول بشفت لأن أنا عايز أضيف لهم زي ما اتفقنا نفس الحركة وأضغط S عشان أفتح اللي سكيل بتاع كل واحد فيهم وبعدين أضغط ctrl V لأن أنا قريدي عامل كوبي للكي فريمز دي كل اللي علي بقى أن أنا أعمل select اللي اتنين كي فريم دول وأسحبهم هنا واللي اتنين كي فريم دول وأسحبهم هنا في البداية ودول كمان أسحبهم ببساطة شديدة يبقى أنا نفست الحركة كلها بخطوات بسيطة جدا عملتها بس أول مرة وبعدين قررتها بكوبي بيست أعمل إيه كمان؟ الموشن بلور هنا أفعله لكل بقى العناصر بتاعة الحركة أرجع بقى أتفرج كده ساهر شخص موهوب وماهر ولأنه مميز بيحب دايما يستغل وقته ويطور نفسه وكمان ينمي مهاراته عشان طموحه فرصة شغل مميزة طيب الأخيرة دي بقى أنا ممكن أضف لها حركة مختلفة لأن أصلا العناصر مختلفة وشكلها مختلف عن الباقي فأنا ممكن كده أمسح الاتنين كي فريم دول أهم وتعالى نضف لها بقى أي حركة تانية ممكن بقى الحركة ما تتمش عن طريق الترانسفورمز دي أنا ممكن أضف لها effect إزاي يعني تعالى هنا عند الأفكتز دي وهختار أي effect بقى وليكن من distort ده distort بيعمل تشوه للعناصر وبالتالي بيعمل لها effect معين فممكن أضغط هنا على distort كده واشوف بقى أي حاجة من دول نجرب يعني أي حاجة من دول وليكن مثلا ريبل ده هختاره كده واسحبه إلى العنصر طبعا أنا هجرب أنا مش عارف بيعمل ايه هجرب أهو معك هحطه هنا على الايكون ضاف الأفكت هنا ممكن بقى أقف أوله كده عند العنصر واجي أجرب بقى تغيير القيم دي ممكن يأثر إزاي في العنصر ده طبعا أنا واقف في الأول فتعالى نجرب كده أنا هغير هنا الradius مثلا هتلاقي فعلا بيتغير بالشكل ده طيب هعمل undo أنا عايز بقى أسجل التغييرات دي فممكن أعمل stopwatch على الradius هنا وارح مغير الradius بحيث انه يبقى عامل كده وإيه تاني تعالى نجرب الباقي كمان ممكن أضغط هنا واضغط هنا بشكل عشوائي بقى لأن أنا عايز أعمل تأثير عشوائي ممكن أجرب كده هتلاقي القيم فعلا بتتغير اهيه وبيحصل تشوه في العنصر ده أنا مسجله دلوقتي بالstopwatch في البداية طيب بعد 4 frame هنا كده مثلا في الحتة دي عايزه يرجع كما كان طبيعي فممكن ببساطة شديدة أضغط هنا على reset أرجع تاني العنصر كما كان يبقى في البداية هنا هيبقى فيه تشوه وبعدين مع الوقت التشوه ده يرجع يظهر بالشكل ده طبعا ده كده حاجة أنا بورها لك علشان انت ممكن تجرب بقى من effects حاجات كتير علشان برضو نبعد عن transformers الأساسية طيب برضو نفس الكلام هعمله هفتح بقى effects هنا علشان أجيب العناصر اللي أنا حطيت فيها الكي فريمز طبعا أنا حطيت الكي فريم فين الريبل أفتحه هنا هتلاقي فيه عناصر كتير أهو كي فريمز تحطت لأن أنا غيرت أكتر من قيمة أعمل لهم بقى كلهم select وبعين كليك يمين كي فريم assistant واروح مختار easy ease زي ما اتفقنا وبعدين motion blur هنا برضو أحطه على الايكنز هو قريدي محطوط فخلاص تعالى بقى نجرب كده كله على بعض هعمل play ساهر شخص موهوب وماهر ولأنه مميز بيحب دايما يستغل وقته ويطور نفسه وكمان ينام مهاراته عشان طموحه وفرصة شغل يعني لقيتها مش مناسبة ممكن ببساطة جدا تضغط هنا على effects وتعمل delete وتشوف effect غيره أو لو عجبك أوكي أو لو مش عايز effect خالص ممكن ترجع تختار أي حاجة من transform وليكن بردو ال scale علشان تضيف نفس التأثير إليها خلصت بقى أنا كل ده ممكن ببساطة إن أنا أضغط برا كده ما عملش select لأي حاجة واروح ضغط على حرف u عشان أقفل كل بقى الحاجات اللي كنت فتحها هنا وارجع أشوف layers بالشكل ده طبعا لو حبيت أرجع أفتح نفس الخيارات اللي كنت فتحها أضغط تاني على حرف u هتتفتح كل الخيارات دي u كمان تتقفل يبقى أنا كده أضفت الأفكتات الأساسية للحركة تعال بقى نحسن الأفكتات دي كمان عن طريق سكريبت جديد هنضيفه ونشوف إزاي بيضافه وإزاي بيستخدمه السكريبت اللي احنا هنضيفه دلوقتي علشان يضيف لي تأثير أفضل كمان للعناصر اللي أنا حركتها دي سكريبت بنسميه الباونسر الباونسر ده بيعمل لي حركة ارتدادية للعناصر بمعنى إيه؟ مثلا البوردة دي المفروض بتبقى صغيرة وبتبدأ تكبر بس بعد ما بتكبر خلاص بتثبت لا السكريبت ده بعد ما تكبر ممكن يصغرها شوية صغيرين جداً وبعدين نرجع يكبرها بحيث ان يبقى في حركة ارتدادية كده أو اهتزاز بيتم على العناصر وده اللي هنشوف إزاي نضيفه دلوقتي طبعاً علشان أضيف أي سكريبت للأفتر افكت الباونسر سكريبت المفروض تحمله وبعد ما تحمله أنا حملته هنا في الملحقات اسمه باونسر اهو المفروض بقى الفايل ده أخده أحطه داخل مجلدات الأفتر افكتس في مكان معين طبعاً طيب أعمل ده ازاي تعال الأول اعمل كوبي لده اهو كده هعمله كوبي وبعدين أروح للسي طبعاً المكان اللي فيه المجلد بتاع البرامج وبعدين بروجرام فايلز أفتحه وبعدين أدوبي أفتحه وبعدين أروح للأفتر افكتس 2020 أفتحه وبعدين أروح للسبورت فايلز أفتحه كل ده أنا بفتح المجلدات دي هتلاقي بقى تحت شوية كده في حاجة اسمها سكريبت لو نزلت كده ادي السكريبت اهو برضو أفتحه وجوه السكريبت في حاجة اسمها سكريبت افتحه طبعاً من السي بروغرام فايلز ادوبي ادوبي افتر افكت سابورت فايلز سكريبت سكريبت بانالز هنا بقى أعمل باست للسكريبت باونسر اللي أنا قريدي عملت له كوبي اعمل باست هتلاقيه هيتضاف هنا اعمل كونتينيو في فايل اتضاف هنا هو ده الباونسر سكريبت وبالتالي لما اجي أفتح بقى الافتر افكت هو هيقرأ السكريبت من هنا ويشغله داخل الافتر افكت هقفل بقى النافذة دي وتعالى نرجع نشغل الافتر افكت تاني وبعدين هستدعي بقى الفايل بتاعي هو ده اخر واحد كنت بستعمله ادي البروجيكت بتاعي وعايز دلوقتي بقى اضيف السكريبت اللي اسمه باونسر على كل العناصر او بعض العناصر يعني اللي أنا بحركها وليكن مثلاً العناصر دي عايز ادف لها باونسر بحيث يدي كمان للحركة تأثير افضل بكتير بالنسبة للمشاهد طيب السكريبت ده هلاقيه فين في قائمة ويندو في الاخر كده خالص لو ضغطت على السهم ده هتلاقي فيه سكريبت اهو اسمه باونسر لو فتحته هتظهر لي النفذة بتاعت السكريبت بالشكل ده طبعاً النفذة دي أنا ممكن اضمها بقى لأي نفذة عندي هنا وليكن هنا مثلاً اسحب كلمة باونسر دي احطها مثلاً جنب البروجيكت هنا او مع البروجيكت بالشكل ده هتبقى الباونسر هنا او لو عايز اسحبها في مكان تاني مفيش مشكلة حطها هنا حطها هنا براحتك المهم ادي النفذة بتاعت السكريبت خليها ضمن النوافذ اللي عندي طبعاً لو حبيت ارجع الافكتس اهي عايز اروح للباونسر اضغط هنا واختار باونسر هرجع لها بتعمل ايه بقى الباونسر دي تعال نشوف اولاً انا عايز اضيفها مثلاً اللير بتاعي الـ C++ اضغط عليه من هنا او من هنا المهم انا واقف عليه وعمل له select كل العلاية دلوقتي ان انا اختار من هنا بقى انا عامل الافكت ده على ايه هل على الـ position ولا على الـ scale ولا على الـ rotation انا عامله على scale فاختار من هنا scale لان انا already عامل الافكت بتاع الـ C++ على الـ scale وعمل كله على الـ scale في الفقرة اللي فاتت زي ما شفنا طيب بيبقى اخترت من هنا اسم التأثير اللي انا عامله اللي هو الـ scale بيقول لي بقى بعد كده انا عندي نوعين من السكريبت بتاع الباونسر ده انا ممكن اضيفهم حاجة اسمها overshoot وحاجة اسمها bounce back يعني ايه بقى اللي اتنين دول اللي اتنين هيعملوا الحركة الارتدادية اللي بقولك عليها بس الفرق ان الـ bounce back دي كأن اللير خبط في ارض او خبط في حيطة او خبط في ازاز فحيوقف فجأة شوية اسرع يعني من الـ overshoot اللي اتنين زي بعض بس دي كأنه خبط في حاجة فهيقف فجأة شوية تعال نشوف كده overshoot مثلا هختارها واروح ضاغط bounce it مش اكتر من كده اللي حصل بقى مفيش اي حاجة حصلت الا لما تعمل play هتشوفها تعال كده نعمل play هنا ولانه مميز شوف لو قفت شوية كده بيكبر وبعدين يبدأ يرجع تاني يصغر سنة صغيرة ويكبر في حركة ارتدادية طبعا هي بسيطة جدا بس حركة ممكن تدي اكثر احساس للوقعية بالناسبة المشاهد وطبعا انا ممكن اغير قوة الارتداد دي وعدد مراته عن طريق بقى الخيارات اللي موجودة هنا يعني تعالى مثلا هتلاقي هنا الـ amplitude لو غيرت القيمة دي اهو هتلاقي حجم العنصر بيكبر اكتر اثناء الارتداد يعني لو جيتك يا شوفت هتلاقي بيرتد بحجم اكبر وبالتالي يبان احسن شوية ممكن كمان اغير الفركوانسي يعني عدد مرات الارتداد بدل اتنين انا هزودها شوية علشان بردو انت تشوفها تعالى بقى نعمل بلايكا ونشوف شايف الارتداد عمل ازاي طبعا ده كده كتير جدا المفروض ان انا اخليه زي ما هو او ازوده حاجة بسيطة جدا الفركوانسي كان اتنين خليه ثلاثة وبعدين الـ amplitude كان خمسين خليه مثلا ثمانين علشان تشوف الفرق تعالى بقى نجرب كده ولانه اميز بيحبه زي ما انت شايف ادي الارتداد ولانه اميز بيحبه طبعا بسيط ولكن واضح انه هو فيه وقعية كبيرة طيب عندي كمان اختيار هنا اسمه ديكي الاختيار ده كلم ما زود قيمته كل مما مراتvar تقل بمعنى ايه بقى لو انا خليت القيمة دي زيرو يبقى انا كده بزود مرات تكرار خلي بالك العلاقة عاكسية تزود القيمة بتاعتال ديكي عدد مرات admire تقل وتقلل القيمة بتاع الدر 친구� عدد مرات تكرار تزيد يعني انا خليتها سفر يبقى كده مش هيقف خالصا التكرار هيبقى متزيد الي ماله نهاية طبعا ماله نهاية هي نهاية المشهد يعني تعال كده نعمل بلايه ونشوف ولأنه مميز بيحب دايما يستغل وقته ويطور نفسه وكمان ينام مهاراته هتلاقي الارتداد بتاع كلمة C بلاس فاضل شغال طول المشهد بيرتد ويرجع بيرتد ويرجع لإني خليت الديكاي أقل قيمة ممكنة طبعا كلما بزود بقى القيمة يعني لو خليتها واحد مثلا كده هيبدأ يتكرر بس مع كل تكرار هيبدأ يقل 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 الباونس نفسه أو مقدار الارتداد بحيث أنه يقف بعد فترة معينة تعال نجرب كده ونشوف ولأنه مميز بيحب دايما يستغل وقته ويطور نفسه وكمان ينام مهاراته زي ما انت شايف فاضل يقل 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 لغاية ما هيتوقف خالص لو خليت الديكاي أكبر خليته مثلا اتنين يبقى المدة هتبقى أقل والإدمحلال أو قيمة الإدمحلال هتبقى أكبر وبالتالي هيقف في فترة أسرع ولأنه مميز بيحب دايما يستغل وقته ويطور وقف هنا في الحتة دي طبعا كلما بزود كلما المدة بتاعة الباونس تقل وكمان مقدار الإدمحلال يزيد يعني مقدار الوقوف بتاع الارتداد زي ما وريتك لو خليتها قيمة كبيرة جدا كده تقريبا ممكن ما يبقاش فيه أصلا ارتداد تعال نجرب كده ولأنه مميز بيحب دايما زي ما انت شايف مرة ولا حاجة وبعدين وقف بسرعة جدا طيب انت بقى زبط دي زي ما انت عايز هي كانت أربعة ده الديفولت بتاعها لو انت عايز تغيرها أوكي آخر حاجة بقى الفلور دي لو عملت لها تشيك كده معناها ايه معناها بالزبط كأني قلت له هنا باونس باك يعني خليه كأنه خبط في الأرض أو خبط في حاجة والتوقف هيبقى فجأة تعال نشوف كده نعمل بلاي ولأنه مميز بيحب شايف توقف بقى سريع جدا لأنه خبط كأنه خبط في إزاز أو في أرض أو في حاجة فوقف بشكل أسرع ولأنه مميز بالشكل ده كده طبعا خيارات بسيطة وممكن تجربها مفيش أي مشكلة لو حبيت بقى أرجع كل حاجة كما كانت أضغط reset أرجع الديفولت بتاعي كما كان لو جيت دلوقتي عملت بلاي ولأنه مميز طبعا ارتداد بسيط جدا ممكن زي ما اتفقنا أزوده تاني أهو أزود كمان ادي كيد أقلله شوية بحيس يرتد الزمن أطول كده أوكي ممكن بقى أعمل ده مع كل دول ممكن أعمل لهم select كلهم أهم التلاتة دول وبعدين أختار من هنا scale وأقول له overshoot أوكي وأعمل bounce كده نضفت الباونس لكل العناصر دي تعال بقى نعمل بلاي ونشوف شخص موهوب وماهر ولأنه مميز بيحب دايما يستغل وقته ويطور نفسه وكمان ينمي مهاراته عشان تموف طبعا باونس ضعيف جدا لأن القيم هنا القيم الافتراضية ولكن انت ممكن تغيرها زي ما انت عايز زي ما وريتك بيدي تأثير أفضل السكريبت بتاع الباونس ده بعد ما تحرك العناصر ده الفينيش بقى اللي انت ممكن تضيفه طبعا لسه فيه فينيشز كتير جدا احنا ممكن نضيفها على العناصر دي وبعد ما خلص كل المشهد بقى بكل التأثيرات والمؤسيرات الصوتية اللي أنا هضيفها هيبان انه مشهد شيك جدا وفيه تأثيرات جذابة جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة